أقمت دفعة الثمينة من كتيبة مشات حفظ السلام الصينية إلى جنوب السودان أقمت حفلة توزيع للميداليات في معسكر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تم منح جميع أفراد حفظ السلام البالغ وعددهم 700 ميدالية شرف السلام من قبل الأمم المتحدة منذ نشر ضباط وجنود حفظ السلام في منطقة البعثة في ديسمبر العام الماضي أنجزوا أكثر من 200 مهمة من بينها دوريات وحراسة مسلحة